طيب أليو ديانج خلاص مش هيبقى موجود مع الآلي في ماتش السوبر تقدر تقول ان هي خسارة كبيرة بالنسبة للآلي خسارة لانه أليو ديانج جاي بفورمة وبالتالي هي ده شكل الخسارة انما الآلي عنده نص الملعب تقيل وجامد وفيه اسماء وفيه لعيبة كبيرة يعني انت بتتكلم حمدي فتح لعيب جامد جدا جدا بسم الله ما شاء الله عمر السلية نفس القصة ونص الملعب يقدر يدعم في اي وقت بوجود اكرم توفيق يا جماعة لانه قد يكون البعض نسي ان دي الشغلانة الاساسية بتاعت اكرم توفيق اكرم توفيق كان في منتخب مصر اوليمبي بيلاعب البرازيل لوحده في نص الملعب فبسم الله ما شاء الله عنده القدرة على دي يعني اذا الرجل زقه على نص الملعب وحط ما كانه هاني ناحية الباك اليمين خلاص الدنيا ما بقاش فيها ازمة اقصد انه الاهلي عنده موفور من اللعيبة المميزة اللي يقدر يشتغل بيها ويستغلها ده مع الوضع في الاعتبار انها خسارة بالنسبة ليه الاهلي انه ديانج لانه جايب الفورمة بتاعته وماشي كان بشكل كويس مع النادي الاهلي جاز الفني للاهلي حدد ساعة واحدة ونص دور بكرة ان شاء الله بإذن الله معقد السفر للامارات ومجلس الادارة كلف دكتور محمد شوقي بتولي رئاسة البعثة اللي هتبقى متواجدة ان شاء الله بإذن الله في الامارات ترجمة نانسي قنقر